هوي بريس نحو إعلام هادف حولها لعلهم لا يدركون خطورة هذا الأمر لكن هذا من أمر من الأمور الشركية لأن من سن هذه الأمور هم الروافض والروافض أصلهم مجوس وكان المجوس من عباد النار وكانوا يعظمون النار ويطوفون بهذا إلى غير ذلك هذا الجانب الديني الشرعي العقدي هناك أيضا الجانب الاجتماعي فالناس مثلا الآن تشكوا قلة ذات اليد وقد أقول لك حقها لأنه دازل عيد الأضحى وصرفنا فيه الأموال ودازل الإجازة الصيفية وصرفنا فيه الأموال والآن دخول المدرسي لا يخفى عليكم غلاء الكتب والمدارس لغير ذلك الناس يشكون هذا كله وثم تجد الأب والأم هو أول من يعطي ولده المال حتى يشتري تلك المفرقعات والألعاب النارية والشهب والمتفجرات لغير ذلك ونسمع يعني من الضجيج والضوضاء ما لا يخفى عليكم وما الله به عليهم هذه أمور يعني لا يستقيم يا إخوة عن المستوى الاجتماعي فضلا عن المستوى الشرعي لا يستقيم أن نجعل من هذه الأمور عادة تغلب شرع الله عز وجل في ممارساتنا هذا لا يمكن هذا لا يستقيم يعني لا أريد أن أحصي لكم يعني العدد الأشخاص الذين أوذوا إما في أموالهم السنة الماضية أذكر في عشرة السنة الماضية بقرب المسجد الذي كنت أعطي فيه الدرس الأسموعي سيارة اشتراها صاحبها جديدة احترقت بكاملها احترقت بكاملها السيارة كلها احترقت بسبب هذه الألعاب والشهب النارية لا يخفى عليكم ذلكم الشاب وصل الله عز وجل إن تغمده بواسع رحمته السائر موت المسلمين الشاب لا أذكر اسمه هو ابن حي من هنا من منطقة الدار البيضاء حي درب غلف الذي أصيب بشهب النارين في عنقه فأفرى وجهه فمات من جراء النزيف شاب في مقتبل عمر 22 سنة أو ما يقل عنها يعني الله المستعن بالإضافة إلى يعني لو سألتم أي طبيب معالج في قسم المستعجلات عن ليلة عشراء والأحوال التي يعيشونها في تلك الليلة لا أمور يندى لها الجبين أمور يندى لها الجبين ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من هذه الأمور